مش عايز أبتديك كده يا دكتور بإيه العقوبة القانونية وإيه العقوبة الجنائية لشخص بس يعني أي حد عمل حاجة غلط يعني لازم يبقى عارف إنه هناك مخالفة فلو ابتدين على طول كده بالبناء على الأراضي أو البناء المخالف هو عايز أقول لحضرتك طبعاً يعني زي ما فيه ضبط قانوني فيه عندنا في القانون حاجة اسمها ضبط إداري الضبط الإداري بتقوم عناصره على إيه؟ التوعية فإحنا النهاردة بنقول إيه التوعية من منطلق إيه؟ إنه لا يعتد بالجهل بأحكام القوانين العقوبية أنا مفعش يقول أنا ما عرفش فإحنا بنقول لو سمعت أعرف من هنا يبدأ التوعية وضع لحد الخطر سواء في محاور ربما تغيب عناصرها على الرجل العادي زي التأمين الاجتماعي زي اللي حضرتكم بتتكلموا عني الناس كتيرا ما تعرفش زي البناء الناس كتيرا ما تعرفش إن المشرع المصري بيحافظ على الصحة العامة زي ما بيحافظ على الرقع الزراعي بيحمي البناء في قانونين وليس قانون واحد الخطأ اللي بدأ يبرز وينتج عن الجريمة الغير عمدية وتسبب نتائج كارسية اللي حضرتك بتتكلم عليه حوادث الطرق لدرجة إن بعض الأحصائيات بتقول إن عدد ضحايا الجريمة الغير عمدية فاق عدد ضحايا هل هو بنى على أرض زراعية ولا هو هل بنى بدون ترخيص لأن الأول بيحكموا قانون الزراع اللي عددوا للمشرع المصري بالقانون 164 لسنة 2020 لما المشرع المصري رأى إن سياسة العامة للدولة بتتجه إلى توسيع الرقعة الزراعية تلبية للإحتاجات وتحقيقة للأمن الغذائي وأدي إيه بيكلف ميزانية الدولة فوق طائطها إن أنا أتوسع في إنتاج أرض زراعية صالحة وكلنا بنشوف خطة الدولة في هذا طبع بفاجأ على الجانب التاني إن أنا بقى أهدر إصرافا الأرض الزراعية اللي هي بنسميها الأرض الأم اللي هي الأمن الغذائي بتاعها فكان واجب إن المشرع المصري يتشدد في تعديله القائم بالقانون 164 لسنة 2022 وقل لا لو سمحته اللي هيبني على الأرض الزراعية أنا هعقبه بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات طيب هتوقف المشرع عند هذا الحد لا يا فندم ما هو الراجل البسيط أو الفلاح أو العامل أو اللي بيبني على الأرض الزراعية هو يعرف يبني ولا اللي بيبنيله مين طبعا فيه مقاول مثلا فيه مقاول مهندس هحبسه كمان هحبسه مش هحبسه بس ده أنا هشتوبه من النقاط أمن النقابة أنا بقولها وأنا ببتاسمه لأن أنت بتهدي الرقح الزراعية لأن حضرتك خلينا متفقين برضو ونعرف سادة المشاهدين أن مثل هذه القوانين وهذه الضوابط الهدف منها هو حماية المجتمع زي ما حضرتك قلت التعدي على الأرض الزراعية ده طبعا بيؤدي إلى قلة مساحة الأرض الزراعية وبالتالي نتجه للصحراء ففي تكلفة ففي أمن غزائي لازم نحافظ عليه ده جانب كل قريب الفلسفة طبعا مسألة حوادث الطرق ده حماية لأرواح الناس كل المخالفات